لا تزال السلطات الصينية تلاحق أقلية الأيغور المسلمة وتكثف حملاتها لترهيبهم واعتقالهم وتعقبهم حتى بعد هروبهم من البلاد سعياً لإعادتهم واحتجازهم تفاصيل أوفى حول أسباب القمع المتعمدة في هذا التقرير أقلية الأيغور في الصين هذه الأقلية العرقية المسلمة المضطهدة لا تزال تشهد حملات واسعة من قبل السلطات الصينية السلطات التي تقوم برصدها وتخويفها وذلك بغض النظر عن مكان وجودها حيث أن السلطات الصينية ما تفعل مثلاً تقوم بإنشاء سجل عالمي للأيغور الذين يعيشون خارج الصين وتهدد حتى أقاربهم أي أقارب الإيغور بالخارج تهددهم بالاحتجاز إذا لم يقدموا معلومات شخصية ومعلومات محددة إلى الشرطة الصينية هذه الحملة وصلت الآن حتى إلى أبناء الإيغور الذين يعيشون في الولايات المتحدة وسلطات الصينية كذلك وتحديداً في تشينجيانج تقوم ببناء نظام استبدادي تجريبي عالي التكنولوجيا فيما يتمثل مثلاً في الشوارع يتم نشر كاميرات أمنية مجهزة ببرنامج التعرف على الوجه في الشوارع يعني أن هذه الكاميرات تقوم بتحليل وجه الشخص الذي يمر وتكشف هويته وفي جميع أنحاء المنطقة أي منطقة تشينجيانج أنشأوا قاعدة بيانات للحمد النووي قاموا أيضاً بتطبيق نظام تصنيف مشفر في بطاقة هوية كل شخص يصنف الفرد على أساس هذه البطاقة أنه آمن أو غير آمن وفي ذلك يتم الاستناد إلى معايير منها مثلاً عدد مرات صلاة هذا الشخص من هنا مثلاً إذا تم التفطن إلى أنه يصلي خمس مرات في اليوم فهو مسلم وهو محل شبهة كنتيجة لذلك وكنتيجة لهذا الاضطهاد المتزايد أمر طبيعي أن يحاول العديد من الإيجور الهروب إلى الخارج لكن بكين أطلقت حملة عالمية غير مسبوقة فالحقيقة يعني حتى تستعيدهم أو حتى على الأقل ترصد مكان تواجدهم واستخدمت الصين من أجل ذلك نفوذها الجيوسياسي لكي تستعيد الإيجور الذين يعيشون أو يدرسون مثلاً في بلدان مثل تايلند ومصر وتركيا وحتى الولايات المتحدة ومن يعودون إلى الصين يختفي العديد منهم على الفور علماً وأنهم من المفروض أن يكونوا موجودين في أحد المخيمات وهنا يعني نشير إلى ردود الأفعال من الأمم المتحدة أساساً حيث أن لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري عبرت عن قلقها إزاء التقارير حول المقاربة الجماعية التي تستهدف بشكل عشوائي الإيجور مثل عمليات تفتيش الشرطة المتكررة والبحث في الهواتف أنه قال عند نقاط التفتيش اللجنة نفسها أشرت أيضاً إلى تقارير تفيد بأن العديد من الإيجور الذين غادروا الصين أجبروا على العودة إلى البلاد وبما أنهم يختفون وتنقطع أخبارهم دعت هذه اللجنة بكين إلى الكشف عن مكانهم وحالتهم ومن أعضاء اللجنة مكدوجل الذي ذكر بأن أكثر من مئة طالب من الإيجور أعادوا إلى الصين من دول مثل مصر وتركيا تم احتجازهم وقد مات بعضهم أثناء الاحتجاز إذن الصين تحتجز وتسعى لما تسميه إعادة برمجة المسلمين في تشينج يانج وذلك على نطاق واسع جداً وهنا نشير إلى أن الدين الإسلامي ليس فقط هو السبب الرئيسي لمعاناة الإيجور مع السلطات الصينية فهويتهم في حد ذاتها ترغب السلطات أن تغمرها بحيث تضيع خصوصيتها وسط المكونات الأخرى وإذا مثل ذلك مثلاً في جلب ملايين الصينيين من قومية الهان إلى مكان إقامة الإيجور ليغمروهم كما قلت للتو والأرقام يعني الأرقام تؤكد ذلك حيث أنه عام 1950 مثلاً القوم الهان الصينيون كانوا يمثلون فقط خمسة سكان تشينج يانج أما اليوم فعددهم يقارب نصف سكان المنطقة البيانات كذلك تترجم استهداف سكان تشينج يانج فهو عددهم الآن عشرين مليون نسمة أي يمثلون اثنين بالمئة فقط من سكان الصين ولكن هذه المقاطعة وحدها تمثل عشرين بالمئة من حالات الاعتقال في كل البلاد ترجمة نانسي قنقر